اشتركوا في القناة صحيح الرسول الله صلى الله عليه وسلم وددت أن كل مؤمن في هذا العصر يحفظه أو يفهمه حتى يستعين به على طاعة الله لأن الإنسان إذا غلب عليه الأمل يعطي لكن إن دب إليه اليأس يقف قال عليه الصلاة والسلام كما يحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر معنى الحديث أنه قل ما يخلو عبد من ذنب اعتاده أو من ذنب لا يكاد يفارقه لكن قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث إن المؤمن خلق مفتنا أي عرض للفتن ثم قال توابا أي حتى ولو لا بس الفتنة من وجه لا يلبث أن أن يتوب ويستغفر ويأوب إلى ربه ثم قال نسيا يعني ينسى أحيانا أمر الله ثم قال إذا ذكر ذكر أي إذا جاءه أحد يذكره بوعد الله أو بوعيده تراه يأوب إلى وعد الله أو إلى وعيده وينفك عما هو فيه من المعاصي ترمي